اهلا بحضراتكم في هذه التغطية كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انه سيدفع 209 ملايين دولار للاندية التي تنافس لعبوها في نهايات كأس العالم العام الماضي لقطر وسيدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مبلغ 209 ملايين دولار الى 440 ناديا يمثلون 51 دولة مختلفة شارك لعبوها في البطولة التي اقيمت خلال شهري نوبمبر وديسمبر الماضيين وفازت بها الارجنتين وقاد نجميل الميسي منتخاب الارجنتين نحو لقب طال انتظاره بعد الفوز برقلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة بستاد لوسين في نهاي كأس العالم في ديسمبر الماضي وسيدفع الفيفا مبلغا يوميا قدره 10950 دولار لكل لاعب من 837 لاعب في كأس العالم بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبوها خلال هذه البطولة ويقسم اجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه كل لاعب ويوزع على النادي او الانديا التي لعب لها في العامين الذين سبق نهايات كأس العالم قطر 2022 ويمثل هذا المبلغ زيادة عن ما دفعه الفيفا لكل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا الذي بلغ 8530 دولار وبلغ عدد الانديا الانجليزية التي ستتلقى اموالا من الفيفا ومن الفيفا 46 نادي وهي الاكثر في دولة واحدة باجمالي يقترب من 38 مليون دولار تليها انديات اسبانيا والمانيا وايطاليا وفرنسا وسيحصل منشستر سيتي على اكبر مبلغ لنادي واحد اذ سيحصل ما يقرب من 4.6 مليون دولار يليه برشلونة بقيمة 4.5 مليون دولار ثم بيرنا ميونيخ الالماني وبمجب الاتفاقية الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الفيفا والتحاد الأندية الأوروبي سيتم توزيع 355 مليون دولار على الأندية في إطار برنامج نسختين 2026 و2030 من كأس العالم أيضا يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لإنعاش خزينتي الأهل والزمالك بمبلغ كبير بسبب مشاركة لعبيهم في بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة بقطر ومن المقرر أن يحصل الأهل على ضعف ما سيحصل عليه الزمالك من فيفا بسبب مونديال قطر وأكد الموقع الرسمي للتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحويل 429 679 دولار للنادي الأهلي و229 959 دولار للزمالك حيث شاهد مونديال قطر 2022 مشاركة ثنايا الزمالك سيف الدين الجزيري وفرجاني ساسي لعب الغرفة القطري الحالي أيضا علي معلول وبدر بنون لعب الدحيل أما بالنسبة للأنديال العربية فكان السد الكطري أكثر المستفيدين بحصوله على مبلغ 2.817.911 دولار ثم الهلال والنصر السعوديين في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بمبلغ 2.135.000 دولار ومليون وخمسمائة وتسعة وتسعين ألف دولار وفي إفريقيا حصل فريق الوداد المغربي على مبلغ مليون واربعمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وخمسة دولار يليه الترجع التونسي بمبلغ خمسمائة وخمسة وعشرين ألف وستمائة وعشرين دولار مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكراً جزيلاً لفضل